مرحبا اليوم رح صور الفيديو من السيارة لانه ما كان مفروض اقدر اليوم ما معي وقت لصور فيديو ولكن صارت قصة تنحية القاضية فادي سبوان عن التحقيق بقضية انفجار المرفأ قاديم السيارة تحت الشتي ما رح نطول بهذا الفيديو بس لانه كان ضروري واحد يعلق على المسخرة اللي عم تتأكد بالبلد يعني ما عم نكتشف شي جديد ولكن واحد ما في يتطبع على فكرة حكم المافيات يعني قد ما كانت بده واحد يقول انه هالنوع من البشر واحد ما فيه الا ما يقرف يعني وقته يتعاطى معهم المسار كله بلش بتعيين فادي سبوان تعيين فادي سبوان اجا من حكومة حسانة دياب لان الالية اللي بتصير فيها التعيين ان الحكومة بتبعت اسم المحقق العدلي لمجلس قضاء الاعلى اللي هو بيأكد عليه وهو بتصير التعيينة فبلش اسم فادي سبوان من عند الحكومة المسخرة بلشت هلأ وقته هيدا القاضي وهون كل هيدا الفيديو ما رح احكي عن اداء فادي سبوان لان هون الخديعة الكبرى اللي عم جربوا يعملوها بعض اللي عم بجربوا يدفوا عن اللي عم بيسير بغض النظر عن اداء فادي سبوان ما شغلته وطبعا ما شغلت اللي عينه لانه عينه لا يكون محقق ضمن هيدا القضاء العدل اللي اصلا كله عالكامب ازا واحد بدي يعطي رأي مجرد ولكن هن هيك مش يوم مفروض يفكوا عن هونيك شغلي عنده لا يعرف يعمل شغله اذا فعاليا هن الدجل تبعهم بقصة انه استقليل القضاء بيحترموا شوية من فكرته حتى بيروح هيدا الزلمي بيتداي على حسان دياب زعيتر علي حسن خليل وفنيانوس بلش الحديث انه لا وكيف وهيدا مش مظبوط وكيف بس هولي ولاش بس هولي ولاش مش هوليك ده كله مشروع بس مشروع من قبل مين مشروع مني مشروع من الناس مشروع من الصحفيين مشروع من اصحاب رأي مشروع يمكن حتى من نواب ولكن مش مشروع من القوى السياسية اللي جابت هيدا القاضي ومش مشروع من القوى السياسية اللي اصلا جايبها القضاء مش هالقاضي بيجيبوا فادي صوان بعدين بيصيروا قال لاش بس هولي وهيدا في تدخل سياسي اما ما بعرف شو في نواية خلفية عنده هن اللي بيسبو كل مرة القضاء بس يوصل القضاء لقالهم بقالهم لانه فاسد وفي تدخلات سياسية ومدرشو هو نفسه هيدا القضاء بيهربوا منه بمحاكم دولية وبيخضوا حصنات وما في دق فيهم القضاء بس هيدا القضاء اللي هن بيستبوه لا يهربوا من التهم اللي عليهم بيفلتوا علينا نحنا بقضيانا الشخصية كل يوم بدنا نروحن هيدا القضاء هن لأ هن عكل شغلي بدون محكمة دولية عكل شغلي بدون تحريق دولة لوك هلأ تديق الجنائي دولة لتديق بحسبات الدولة دولة اوكي وهالقضاء اللي انتو بتجيبوه ليش صار هاك بفعل من مين طيب بيعملوا هاك مع فادي صوان بيجي بيتغطى حسان الديب بحصنات طائفية وبيجي لعنده سعد الحريري اللي ما كانوا يحكموا ع بعض وبطلوا ما يحكموا ع بعض الا بس عها تيحموا بعض من فكرة انه هيدا بدلش ما يبلشوا يفكروا يفلتوا علينا اوكي ونفس الشي جامعة حركة امل والمرأ ده بقصة التحديدا حركة امل اكتر يعني ده قصة الارتياب المشروع انه ليش هيدا الحكم اللي طالع يعني تنحية القرارة تنحية فادي صوان صار بناء على معطيان قال هيدا فيه ارتياب مشروع انه مزبوط هدا الشي لانه فادي صوان بيته اتضرر من الانفجار ففيه يكون مشحون عاطفيا والقاضي لازم يكون مجرد واحد تعرفوا نحنا القضاء عنا ابدا يعني هاد تفاصيل بده ينتبه له وتاني شغلة انه القاضي فادي صوان قال انه هو ما رح يحترم الحصنات فيما خص الانفجار ببيروت قام عوقب على هيدا الكلام لانه الحصنات هي بنصوص قانونية علما انه النصوص القانونية اللي بتعمل الحصنات ما بتوصل للاشتراك بجرائم الا عند الوزراء الحاليين والرئاسات في شي اسمه ما يجلس محاكمة الرئاساء والوزراء اما اذا في واحد كان وزير ما عم بيجي انا استخدم القضاء لمس بصلاحياته التنفيذية اللي بعدها صالحة لليوم انه باركي هون القضاء عم بيضغط على الوزير كرميل يخليه ياخد قرارات معينة ففيه طريقة تقاضي خاصة ان عملت للوزير هو محكمة الرئاساء والوزراء تبه هو بطل الوزراء فانا وقتا ايجي عم حاكمهم بجرم معين ما عم بضغط عليهم بتجيها اي اراغ والنواب حصناتهم ما بتسمح يعني لا تقتصر ايضا اما لا اما تقتصر فقط على الامور المتعلقة بالجرائم اللي معقول تنسب لقلهم بحسب مهامهم بس اذا واحد نايب راح اتل واحد مثلا فيه يتحصن بالحصاني المهم استعملوا هيدا الحجة طيروا فادي صوان هلا شو التزاكل اللي ببلش يصير ما يخبرونا انه فادي صوان كانوا خايفين منه مش ان هيك طيروه طيرو لان خالف القضاء لانه خايفين من شو لش هو استرجى يدعي على من كان من كان يجب ان يدعي عليهم يعني رئيس الحكومة سعد الحريري في كون رئيس الجمهورية هلا اللي قابله اه اه شو اسمه قائد الجيش ووزراء اخرين بس على هولي اوكي هلا انا تقييمة الشخصي للمسئوليات كيف كان لازم تكون بحسب التسلسل القانوني فما انه تقييم شخصي عم بعطيه من رأي عم بعطيه من هرمية قانونية تصل لالى المسئولية حتما ايه اوسع من هول اربعة اللي دع عليهم اه فادي صوان علما انه رجع استمع لجان قهواجي لاحقا ولكن فادي صوان والتحقيق العدل ما كان انتهى وما حدا بيعرف كيف كان بدا تروح الادعاءات ولا الاستماع ولا التحقيق لو اين بدا يروح هيدا كانت مؤشراته عم تبين بيقوله تانيا انتو تحملوا هو ما هو اخرشين احنا لتويت ببارة حملت انه فادي صوان اه يعني ما تحملوا فادي صوان فادي صوان اللي عامل هيدا الشي المحدود ما عم نحكي الوقت هرمن وهيدا وتنفيل هولي كانوا بالثورة الفرنسية يعني كانت المحكمة الثورية بتقطش روس يعني مش هيك فادي صوان هيدا ما تحملوا ومين ما تحملوا يعني حسانة دياب اللي عينوا ما قبل يروح يعني هالوقاية حب توصل لهون اخر شي من طير فادي صوان بالطريقة اللي طيارت فيه قال ليش لانه هو اا ما كان جريء كفاية لك ملا حجة انه هلا ان احنا كتير متوقعين انه من بعد فادي صوان رح يجو يعينه واحد جزار وقال انه فيه ارتياب مشروع لانه معقول يكون مشحون عاطفيا بانه بيته قريب من محل انفجار خلينا نقول كل شي متل ما هو قاعدة حكم المافياد وصل شي يدق هل قدي فيهم هل قدي يعني مش انه عم نحكي انه رح يجي طال كل السلطة السياسية ولا عم نحكي انه هيدا التحقيق ولا نتاجه رح تكون مثالية ولكن كان رح يدق بواحد بالمية فيهم هالواحد بالمية اهم من مين بدق برمزيتها انه يصير يفكر القضاة انه نحنا مستباحين لقراراتهم ابعوه من اساسه ابعوه من اساسه وانا ما بعرف فادي صوان ولا بعرف شي عنه اكتر من اللي معروف بوسائل اعلام بالمعلومات العامة بس بتخيل بهيك جو يعني معقول يكون كيف فادي صوان لا نقول شو هالفوت اللي فتها داخلكم اي منحوه هلا بكيف الله يسطروا ما يحبسوه قلو يعني عم نمزع عمص ما حدا بيعرف مع هولي شو بيعملو يعني بقى كان هيدا بس الاشارة اللي كنت حابق اعملها انه هالتزاكي انه هيدا ما انجا اعمل شي وكان لازم يتباع على شمية واحد كان لازم كله يحطهم بالحبس ولكن انتو قبلوا على اثنان وانتو اصلا الصحفيين وغيرو انو حق يعلقوا طبيعي حق وانو عم بيعلقوا على خبر انطلاعا من معطيات مفروض معلومات جايبينها ولكن الشخص اللي معينه بده يسكر تمه الشخص اللي معينه بده يسكر تمه وهالشخص اللي معينه هلأ بده يرى يعين واحد تاني فلتعرفوا انه نفس الالية اللي اتمدت لنجيب فادي صوان واعترض عليها من عينه هلأ هو رح يرى يعين غيره طيب هلأ ازا في حدا مدعى عليه مثل حسان دياب مثل بعض اللي بستحديد يا حسان دياب من قبل فادي صوان ما فيه ارتياب مشروع انه هو يرجع يعين خلفه طيب باركي مظبوط هدا اقلو شي اقلو اي علاقة ما فيه تضارب مصالح بينه شخص معقول يكون مدعى عليه يعين اما يشارك بتاعين القاضي اللي بيخلفوه طيب هدا الارتياب المشروع وان كان وقته غسان عوايدات المدعى العام التمييزي رابطه لغازي زعيتر اللي كان وزير اشغال رابطه لغازي زعيتر هو بيدير التحقيق خاصة بقوله ايامه وبيتدعي على خمسة وعشرين شخص وان كان الارتياب المشروع وان كان النواب مقدموا دعاوة وقاموا لأيامه بقى معلاش يعني ما فيه يضحك على بهيك بهيك عضايا بطل في حدا يندحك علي يعني مكشوفين وجه وقافة الجماعة فبس للتعبير عن هيدا النوع من القرف اللي عنا ايه بهيدا البلد اللي ما فيه حية بالعكس مؤخرا نتيجة بين كورونا وبين احباط الناس هولي استعادوا المبادرة واحتهم تضاعفت وغير هيدا الواقاحة المطلقة اللي عم نحكي عنا اللي خلص بدنا نعزي اهالي الشهداء وعيالهم للأسف بهيدا البلد تعرفوا حقائق بتقدر شوية ترد شي من الشعور بالعدل والانصاف في هالدولة راحت لغير راجعة يمكن فادي صوان ما كان راح يأمنها بس بقى في احتمال قليل انه واحد يبلش يحاول يدق بسلطة سياسية لا يشوف شو امكانية الوصول من شلوشا نقطعت للأسف هيدا الواقعة اللي وصلنا له ها من دا من دومة نحكي عن الواقاحة السياسية انه رجعوا يتخانقوا على تشكيل الحكومات كأنه سنة ونصف ما صارت لا بانهياره لا بغضب شعبة ولا بنتيجة كله من الانفجار للانهيار للأسف